بسم الله الرحمن الرحيم كان غانم جواد كان يقف ويستقبل القادمين فمزح معي وقال لي هل أنت لازلت ناصب الإمام المهدي قدامك وما هي مشكلتك مع الإمام المهدي فقلت له ليست لدي مشكلة معه في الحقيقة لأنه أساسا غير موجود وأنا لا أمن بولادتي ووجودي فكيف تكون عندي مشكلة مع واحد أنا ما أمن بوجوده ولكن مشكلتي مع الذين يؤمنون به ويدعون أو يدعي بعضهم النيابة الخاصة والعامة عنه على طول التاريخ كان عند الناس يدعون أنهم التقوا بالإمام وأعطاهم نيابة خاصة أو نيابة عامة أو لقاءات خاصة أعطاهم وهم أدهم علاقات معه فيأخذون شعبية ويأخذون هالة مقدسة وبالتالي كلامهم إصبح وحي منزل لأنهم علاقة مع الإمام المهدي اللي هو معين من قبل الله تعالى الإمام الثاني عشر محمد بن حسن عسكري ليس قضية الإمام المهدي لكيفرضوا سيطرتهم على الناس فعندي أنا مشكلة مع هؤلاء ومع الذين كانوا ولا يزالون يؤمنون بأنه موجود وأنه معين من قبل الله تعالى لقيادة الأمة الإسلامية يقولون الإمامة ضرورية والله ما يصير يترك الأمة هكذا بعد النبي محمد لا يجب أنه معين لهم أئمة مثل الأنبياء يستمرون على خط الأنبياء وذول الأئمة الاثنى عشر والثاني عشر غاب بسا شن سوي لغاب هو فقزن من العلماء اللي يكرسون هذه الفكرة عبر التاريخ عبر ألف سنة يأخذون الأموال العامة من الناس باسم الخمس وعيسة من الإمام يأخذوها وحطوها في حساباتهم البنكية الخاصة أو في خزاناتهم وصناديقهم ولا يقدمون أي كشف حساب بمصارفهم ومداخلهم ما يدخلهم؟ أموال عامة هذه كأنه معدوم دولة أو شبه دولة دولة بدون ميزانية وبدون حساب فيكثر فيها الفساد وتكثر السرقات والنهب ولذلك يشوفون بعض الناس كما قال لأحدهم عندما ناقشته في موضوع وجود المهدي كان زائر لندن للعلاج من قوم وعالم كبير في قوم فقلت له كذا وكذا فقال عجيب أنت هذه السفرة صح بزمان ممدودة ونحن نأكل عليها يعني الخمس فهل تريد أن تلم هذه السفرة بعد أن نأكل بصراحة قال لي بالبيت وأيضا غير الأموال فتواهم كلامه مقدس كأنه كلام الله يعني هذا وهذا مو صحيح اعتبروا النفس بحكام شرعيين وما عندنا حكام شرعيين إلا المنتخبين حتى لو كان أعلى من العلماء ما يصبح حاكم شرعي إلا الأمة انتخبة وحسب القنوات الدستورية يصبح حاكم شرعي ها عندنا مشكلة أن الناس تركين النظام الديمقراطي وبعدهم ما مستوعبي وما من دمجين معاه وعدهم هذا القائد هذا الشيخ المعامم السيد هو هذا يمثل الله في الأرض ظل الله في الأرض وهو نائب الإمام المهدي فهذه المشكلة ويخرب النظام الديمقراطي باعتبار أنه عنده شرعية من السماء وأيضا كانوا لا يزالون البعض من أدهم كانوا قديما ألف سنة والآن الحمد لله هناك ثورة شيعية أو ثورة عقلية ضد الفكر الخرافي والأسطوري ولكن لا يزال بعض الناس يحرمون الثورة وأي نشاط سياسي حتى لو كان سلمي يحرموا وما يجوز إذن يجب أن ننتظر صاحب الزمان حتى يخرج وهذا حدث قبل خمسين ستين سنة عندما تأسس حزب الدعوة في نهاية الخمسينات سنة ثمانة وخمسين وأرادوا أن يأخذ الحكم مراجع النجف قاموا وقالوا لا 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 ما يجوز حرام يجب أن ننتظر صاحب الزمان وحسب ما يذكر السيد مهد الحكيم رحمه الله في مذكراته يقول كان واحد اسمه شيخ حسين الحلي كان مدير مكتب إفتاء السيد الحكيم يعني هو كان مشتهد عالم كبير حطه وليفتي السيد الحكيم اللي يعني منصرف الأمور السياسية والقيادية والمرجعية وهذا كان أعلم من الخوئي شيخ حسين الحلي وتوفق قبل فترة يعني بعد ما صار مرجع الخوئي كان يقول له كما يذكر السيد مهد الحكيم راجعه مذكراته كل رأس صغير يقول يعني انت ليش تخربط على الإمام خليه يعرف يشوف دربة ليش انت تخربط عليه الأمور لسواء عمل سياسي وحركات وكذا هذا الفكر اللي خدرنا وجاء صدام حسين علينا فاحنا نحارب هذا الفكر وبعدين انعكس هذا الفكر في كل ما يتعلق بالدولة والسياسة في الفكر الزكاة الخمس الأنفال الحدود صلاة الجمعة أبرز مثلا صلاة الجمعة روح اسأله السيستاني الآن شون رأيك بصلاة الجمعة واجبة ولا حرام ولا حلال ولا مكروهة ولا مستحبة ولا مخيرة العلماء طبعا اختلفوا ألف سنة هناك من قال الصلاة الجمعة حرام في عصر غيبة قال نعم هناك من قال بأن صلاة الجمعة حرام لأنه لازم الإمام الميدي يجيكم الصلاة والإمام الميدي موجود فإذا الصلاة موجود ولا نائبه الخاص فإذا لم ينصلي لا ينصلي حرام الصلاة صارت هذا كما يقول الجزائري يقول هذا اعتداء على منصب الإمام هذا اغتصاب لمنصب الإمامة وشرط تعجيزي وألف سنة وما ظهر إمام لازم نعطل الصلاة نعطل صلاة الجمعة وبعضهم كانوا يقولون خمس وماتين معطل في عصر غيبة بعدين أبا حولي أنه في فلوس هذا نفس الحديث ما المرجعين من كان من الفقهاء وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فنفس هذا الحديث يقول أن الخمس مباح ولكن هو يقول التقليد واجب الخمس سطوني واجب ولكن سلاة مواجبة انظروا لكل بيقاني انظروا السستاني انظروا كل مراجع شنو يقولون فكان فيه تناقض ويأخذون اللي يردوا ويعجبهم واللي ما يعجبهم ما يقولوا فصلاة الجمعة أيضا فخربنا الديننا يعني بهال الأفكار هذه يعني ما عندي مشكلة معلمان المايدية وما موجود حتى عندي مشكلة وياها المشكلة أنا ربطني أمي على أن أكون جندي من جنودي اللي ماي مهدي يعني ما موجود يروح يسألوا ولكن لما أفكار تخربت وتخرب الدين وتخرب الحياة تخرب الحياة مالتنا ألف سنة نعمين بس راديب ننتظر اللي ماي مهدي يطلعوا متكتفين وجالسين ونشوف الظلم قدامنا ونشوف الانقلابات العسكرية ونشوف صدام حسين جاي وإحنا قاعدين نتفرج عليه فقط لا يجوز أن يكون بأي حركة ضده وهذا طبعا يخالف العقل يخالف القرآن يخالف حتى فكر أهل البيت والحمد لله طبعا الآن الناس بدأوا يثورون على الأفكار الخرافية والأسطورية ويرجعون إلى العقل يرجعون إلى القرآن يرجعون إلى السنة النبوية إلى فكر أهل البيت الصحيح المشكلة سبعين فرقة تقول إحنا أهل البيت وإحنا شيعة أهل البيت طيب من الفكر الصحيح يجب أن ندرس ونجتهد وما يجوز نقلد حتى تقليد أهمى لآبائنا وأجدادنا الأخ محمد العربي يقول كلام في الوضوح والصحة أحسنت أستاذ محمد أيوب شوكير يضحك على الأخ هذا يقول لعلك نفسه هذا أحمد الكاتب تكتب وتعلق على نفسك كفاكم ما تفعلون يعني ما أعجب هذا الكلام وميصد أنك أكون واحد مثلا يؤمن بهذا الكلام فهو ما يؤمن يقول له أنت أنت نفس أحمد الكاتب قاعد تكتب أسماء عديدة وأنت أتكلم كيف تعلق على نفسي يعني فإيجاب الأخ محمد العربي يقول له ما الذي ينتظره المهدي ما الذي ينتظره ليخرج هل هناك أخزى من واقعنا الحالي ولماذا لم يستطع أن ينقذ أتباعه من سطوة صدام وإزاحة الأمريكان وسأوافقه كأنه موجود ولكن يبدو أنه يحتقركم ويبغضكم أنتم تؤمنون به لأنه لم يقف جانبكم ويناصركم منذ غيبته لحد الآن لا يوجد سبب إلا هذا في عدم نصرته لكم أنتم الآن بالملاعين تهتفون باسم المهدي والمهدي لا يخرج يعني ماذا؟ إما ما يموجود أو بعد ما يثق بكم ولا يثق بمراجعكم ولا يثق بقياداتكم هذا موزين يقول الكلام يعني يرتد عليكم الأخ محمد أيوب يقول يعني يوجه خطاب إلي هالمرة يقول أنت درت أسقاع الأرض وبلغت الأسباب وطفت المعمورة بحثا عنه فلم تجده حتى تقول أنه ما وجدته وما موجود أي منطق وأي ألم هذا المنطق الألمي والعقل يقول أنك لم تجده أنت ما وجدته طيب أو أنك شخصيا لا تعلم أنه ولد أو لا أم هو موجود أو لا لأن العقل والألم يأمرك بالدليل والبينة قبل أن تقول أنه غير موجود وهذا متعذر أتك الله يا أخي العزيز محمد أيوب شوية يفكر بكلامك وبمنطقك هذا أنت تقول العقل والألم يأمرك بالدليل والبينة يصير تؤمن بأسطورة بدون دليل وبدون برهان وبدون أي شيء روح يرجع للمصادر الأولى يرجع لكتاب النوبختي فرق الشيعة لنوبختي وكتاب المقالات والفرق لسعد ابن عبد الله الأشعر القمي لأحد علماء الشيعة الكبار في نهايات في أواسط القرن الثالث الهجري ونهايته وتوفى ذول الثنين هم في ثلاثمية وكذا ثلاثمية وعشرة ثلاثمية وواحد به الأمر هذا يعني زيندولة كتبه تاريخ الإمام العسكري وقال بأن الإمام العسكري أعلن بوصيته الرسمية عند القاضي ابن أبي الشوارب في سمراء أنه لا يوجد أديه ولد وأن أمواله تذهب إلى أمي عندما حسب الوفاة وأن أموالها تسح الأمة مثلاً وبعدها تقاسموا واخترفوا عليها مع أخيه جعفر فراحوا للقاضي مرة ثانية وتقاسموا الأموال طيب لم يكن يوجد أي دليل على أولاد الدليل بالعكس يقول ما موجود وإحنا يجب أن نأخذ كلام الإمام الظاهري أما الباطنيون المتعامرون بالسر يقلبون كلام الأمة دائمة ذلك في التيار كانوا موجودين يقلبون كل الأمور بالعكس إمام يموت ويقول لا ما مات إمام يقول لا عندك ولد وليس مرة ومرتين مسوية أدث مرات إسماعيل قالوا ما مات محمد ابن علي الهادي قالوا ما مات عبد الله الأفطح ما عنده ولد قال لا عنده ولد غصبا عليه وهو المهدي المنتظر محمد ابن عبد الله ونفس الشيعة حسن العسكري حسن العسكري قالوا ما مات فرقة و 14 فرقة جماعة حسن العسكري وهذا مكتوب بالتاريخ الشيعي ليس جايبة ما عندي أنا روح راجع التاريخ الشيعي وأقرأ أقرأ كل الكتب حتى كتاب الغيبة الطوسي والغيبة النعماني وأكمال الدين دي الشيخ الصدوق وكل الكتب وكتب الشيخ المفيد وصدر وكل هذا شوفوا ما يقول يقول صحيح الإمام العسكري ظاهرا قال ما عندي أولاد كيف تنسبون ولد بالسر اللي غصبا عليه هو يقول ما عندي ولد يقول ما يصير إذا قلنا ما عندي إذا قبلنا بهالحالة يعني انتهت الإمامة انتهت الإمامة وماعدنا بعد إمام وصارت النظرية باطلة وبما أنها نظرية صحيحة فيجب أن نفترض عقلا عقلا نفترض أنه عنده ولد شو أن العقل هذا ما يدري حقيقة طيب افترض أنه عنده ولد زين عملنا وسلمنا شون يسوي هذا الولد غير يجي يقودك غير يجي يهديك غير يجي يرشدك غير يفتيلك غير يدليك الطريق أشو 1200 سنة ولا أي أثر من الأثار لا ألم لا هداية لا إرشاد لا تفسير القرآن لا أي شيء شو نسوي به هذا الإمام اللي افترضناه وهو ما موجود يعني مثل فد أم عنده أولاد جوعانين يجي برهم قدر وتحطه على النار وتقولهم انتظروا حتى ينطبخ الأكل وهو ما يكون شيء بالقدر زين وبعدين أطفال الإلهينا ممنجوا ما عندهم أكل وماكوا أكل بالقدر فإحنا ما نسوي إذا ماكوا إمام سوينا فدقدر وطبخنا وظاهرنا بالكذا والنتيجة ما عندنا هذا الإمام فالعقل والعلم والعقل يقولك أنه ماكوا إمام ما يقولك أكوا إمام بعدين أنت مكلف بالطرق الشرعية الطرق الشرعية إما القرآن الكريم إما السنة النبوية إما أحاديث أهل البيت إما الوجدان التاريخي الظاهري فأنت ما وجدت الشيعة اللي كانوا ذيك الأيام بالكرن الثالث الهجري هلقوا بحثوا وفتشوا وسعلوا وما لقوا أي شيء ما عنده أربعة أو خمسة كان يدعون بالسر أنه موجود وإحنا شفناه وإذا عدتكم فلوس وطلونا إياها إنه وذولا كانوا بقالين السمان واحد يسموه هذا النعب الأول كان وكيل شلون المكاتب الصيرف الآن صراف كان هذا يجيبوا له فلوس ووصلها الإمام العسكري لما المات الإمام العسكري وما عنده ولد قالوا والله خوش شغلة هذه خلا قولي الشيعة والله أنا الإمام عنده ولد ويجيبوا فلوسكم إليه مثل ما كنتوا قابلوا وأنا وديها إليه ضحك على الشيعة دجال كان وبعدين طه الأبنة لما مات طه الأبنة خمسين سنة هو يضحك على الشيعة واستمرت الشغلة وبعدين إجاوا الناس قالوا هان نياب العام انقطعت نياب الخاصة كان الإمام يراسلنا دزلنا كذا إحنا نشوفه مثلا النعب العام أنا هم كذبوا الدجال هذا لا نعب عام لا نعب خاص لأنه أساثا ممولود والأدلة الشرعية الآن تروح إلى المحكمة يقولهم أنا واحد ميت وعنده هو يقول ما عندي ولد بالمحكمة أو ما متزوج مثلا وأكو ناس يردون يأخذون فلوسه وعنده فلوس شركة كبيرة ويرحون يقول هذا عنده ولد بسر القاضي يقول لي وين هذا ولد يجيبوه خلق أشوفه يقول لا يجيبوه صورته بالفيسبوك ما يصير بالفيسبوك في الصورة يجيبوه لازم يجيبوه الولد قدام القاضي حتى يسجل اسمه بالنفوس يقول هذا ابن فلان ما كوش ما حد ما جام بك شي ولا فد يوم طلع هذا لا نواب الخاصين ولا نواب العامين جابوهن هكذا ولد ولا يمكن شرعا ما يجوز واحد يؤمن حتى الناس العاديين ما يجوز تؤمن هذا ابن فلان إذا ابوه ما معتر فيه وما عندك أي دليل عليه هذا الشرع والقانون المعاصر بكل الدنيا الشكل بس إحنا سونا فتقصة اسطورية وركبناها على أهل البيت وما تؤمن بيته كفرت بالتشيوع وخرجت من الشيعة والتشيوع عميموا هذا الفكر الاثنى عشر دمرنا ألف سنة دمرنا وطيحضنا ما ننهض الآن ننهض نتحرر نعيش مثل الأوادم نبنينا في القانون في النظام في الدولة وأكو جماعة بعدهم مصرين لا لازم تؤمن بالإمامة حتى أنا أسيطر عليك وألغي الديمقراطية المرجعية ضد الديمقراطية ولو تقول روحوا قراءة روحوا نتخبوا النظام مدني بس هي عملا هي تتلاعب الديمقراطية كما تشاء تشيل واحد وتحط واحد كيف شنو فاعدة الانتخابات غير نحترم نتاعج الصناديق ليش احنا كل مرة نلغي هاي نتاعج ونجيب واحد آخر معنا هذا نرجعيه قاعدة تلعب بالديمقراطية وتلعب بصناديق الاقتراع فالعقل والمنطق يقول لك انت ذا ما وجدت واحد ما يجوز تؤمن بأي انسان مو بالعكس انت ما عرف شو ما تفكر يا اخي العزيز محمد ايوب يقول لي انه العقل والعلم يأمرك بالدليل والبينة انت تبحث عن تعرف الدليل والبينة طيب اين الدليل واين البينة على وجود هذا الانسان غير الافتراض الفلسفي الافتراض الخيالي يعني واحد جاي تخيل اقروا اقرأ كتاب الشيخ النعماني المفيد الطوسي شوفوا شنو يقولون الان صار ادنا هذا شي حقيقي يعني حد ما يتناقش بالموضوع بس هذا من الاول ما كان الشكل وانما استوره ومشت ومشت الان الناس من انبياء بدون تفكير بدون بيانة بدون براهين فانا اشكرك على هذا المنطق ولكن ارجو منك يا اخ محمد ايوب ان تطبق هذا المنطق ابحث عن الادلة والبراهين وشوف وبعدين راجعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته